وكان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي قد دشنا مفاوضاتهما في واشنطن في الثلاثين من يوليو الماضي بعد توقف استمر نحو ثلاث سنوات عقب جهود توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية لقاءاتنا الإخبارية على شاشة النيل تتجدد على رأس كل ساعة بتوقيت القاهرة وتوقيت جرينيتش لحظات ونعود عن الهواء مباشرة لاستكمال فقرات من القاهرة بصحبة الزميلتين أمل رشدي وإلهام نمر إلى اللقاء أهلا بكم مجددا في ملاء القاهرة وهذا اللقاء المفصل عن مستقبل الحياة السياسية في بصر ماذا بعد فشل مبادرات تفضع تصامي رابع العدوية والنهضة وماذا لو تم فضل تصامين وما هو مستقبل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والحركات الإسلامية بالصفة عامة وأحزابها في مصر في المستقبل القريب هذا هو موضوعنا الرئيسي ونحدث عنه بالتفصيل مع ضيفين الكريمين في الستوديو بواحد بالأستاذ علي حسن لنقب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أهلا وسهلا رحب أيضا بالأستاذ مجدوح الشيخ الكاتب المحلل السياسي والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية أهلا وسهلا أهلا بحضر الكفين شكرا خير وأهلا بحضراتك وتعالى نخلع الأول نشوف تقرير حول آخر التطورات المتعلقة بالاعتصامين وأيضا بالمبادرات ودرجع نفتح حوارنا على الهدى مباشرة في هذه الحلقة في تصريحات تدل على مدى تأزم الموقف الحالي أعلنت رئاسة الجمهورية فشل الجهود الديبلوماسية في حل الأزمة الحالية مع جماعة الإخوان وحملة الرئاسة الجماعة المسئولية الكاملة عن إخفاق تلك الجهود وتزمن ذلك بعد تحذير الدكتور حزم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء من أن صبر الحكومة أوشك على النفاد في تحمل أعمال العنف والبلتجة بميدانية رابعة العدوية والنهضة وبأسفر عنهما من إصابات وقتل واستخدام للسلاح وقطع للطرق وتعطيل المشاءات العامة وترويع للموطنين واحتجازهم وفيما يتعلق باعتصامية رابعة العدوية وميدان النهضة أكد الببلاوي أن فضل اعتصامين قرار نهائي لا رجعت فيه مرجعا تأجيله إلى حرمة شهر رمضان والعشر الأواخر منه ومعد التطورات التي فرضت نفسها على الساحة السياسية بعد ثلاثة الثلاثين من يونيو طلحت عدة تساؤلات حول مستقبل جماعة الإخوان في مصر خاصة في ظل المطالبة بمناء تشكيل الأحزاب السياسية التي تقوم على أساس ديني وفي ظل الدعوات المتزيدة لوضع جماعة الإخوان بمصر دمن قوائم منظمات الإرهابية وحول هذا الأمر طرح بعض المحللين والخبراء عدة وجهات نظر حول مستقبل الجماعة فمنهم من رأى ضرورة إعادة الدمج السياسي وإشراك الجماعة في العملية السياسية وهو الأمر الذي يثير جدلا سياسيا في الشارع المصري ما بين مؤيد ومعارض لإعادة دمج الجماعة في حين طرح آخرون احتمالية أن لا تتمكن الجماعة من المحافظة على وجودها بالمشهد السياسي مثل ما حدث من قبل في خمسينيات القرن الماضي أستاذ مندوح أنا أحب أن أبتدي مع حضرتك في ثلاث نقط والأستاذ علي يعلق عليهم أيضا معنا ارتباط فضل اعتصام بفشل المبادرات فأيضا توجيه التهم وهنترح بعد كده من خلال حوارنا إيه التهم الموجهة لقيادات الإخوان المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة يعني نحن في وصلنا إلى لحظة أنا شخصيا لم أكن أتمنى أن نصل إليها وأعتقد أن كثير من المصريين يشعرون بالأسى لأنه مسار العملية السياسية بعد ثورة وبعد حركة شعب تسميها ثورة تسميها عمل تصحيحي عمل خرج فيه الملايين لأجل الوصول إلى نقطة توازن بين الشرع السياسي وبين مفهوم تقليدي وتاريخ طويل الوطنية المصرية أثبتت جماعة الإخوان في خلال عام أنها غير قادرة على أقامة التوازن بينها وبين هذا المفهوم وصلنا إلى مرحلة أنه أصبح هناك بهود دولية للحل وهذا أمر في الحقيقة رغم أنه مفهوم المجتمع الدولي أصبح أكثر فعالية مما كان سابقا والدول بغض نظر أنه يسمى تدخلا أو لا الدول تطلع على شؤون بعضها البعض وترسل لبان تقص حقائق وترسل موفدين وتحاول أن تتفهم الأوضاع باعتبار أن الأوضاع في أي دولة الآن أصبحت معامل مؤثر محتمل أو مؤكد في الأوضاع في دول أخرى وصلنا إلى النقطة التي فشلنا فيها حتى مع وجود هذه البهود فيه أن نصل إلى حل الأزمة السياسية أن هناك شرعية تم العدوان عليها وبين إرادة شارع أرادت أن تخرج رئيس من القصر بتفويد مباشر من الناس تحول على يد القوات المسلحة إلى واقع أنا بقدم هذه المقدمة لأنه الحقيقة أحيانا اجتزاء المشهد الراهن من سياقه العام يجعل البعض لا يستطيع أن يفهمه فهم دقيق نحن بإزاء جماعة سياسية رحب بها مجتمع السياسة بعد حظر على مدى ثلاثين عاما في عهد المبارك انتخذ منها أغلبية ليست بالقليلة في البرلمان الأول وانتخذ منها رئيس ورغم هذا في النحظة التي حدث فيها نوع من الانسداد السياسي قررت أن تلجأ إلى منطق الأمر الواقع وتفرض اعتصاميا في ربع العدوية نقطتي بس الارتباط إن وجد ما بين فشل المبادرات وما بين التهم الموجهة إلى قيادات الإخوان المسلمين لأنه أغلب المبادرات سواء من الداخل أو من الخارج بتمس هذه الجزئية فيما يتصد بالاتهمات هناك شق قانوني أنا لا أحب أن أجزد بالدخول فيه طالما قينادة النيابة العامة والأستاذ علي حسن من أصحاب التاريخ الطويل في العمل في التحرير القضائي في الوكالة ولو في هذا يعني تاريخ يعتز به فأتمنى أنه يعلق على هذا الجانب أعتقد أن النيابة العامة هي صاحبة الحق الوحيد في أن تحدد ما إذا كان هناك اتهمات جنائية أو لا ونحن نحتاج الآن إلى تعزيز فكرة استقلال المؤسسات لا نغير حتى المحللين بالدخول في مشاحة التعقيد على قرارات الإحالة للفاق هناك معطوات بحق أشخاص بعضهم في مكتب الإشارة وبعضهم كان مساعدين للرئيس أو في طاق مؤسس الجنهور وقت موجود الدكتور محمد مرسي في القصر متهمين بالتهمات وهنا متروكة للنيابة العامة إلى أن يثبت لدينا أن هناك انحراف من النيابة العامة بسلطتها لأجل تحقيق أهداف سياسية لصالح يديش أو حصوم إخوانة وغيرها لا دوست بيه هذا الاتهام طيب إحنا نحن نتكلم على إحراف النيابة العامة من عدم ونحن نتكلم على سؤال ونحن نتكلم على قدرة أساساً القدرة بمصالحة في بعض القدرة من عدم فطرة توجيه الاتهام في هذا التوقيت يحمل ضمن الممن يثيرونهم من محللين أو من سياسيين منحزين إلى جامعة الإخوان شبنة اتهام النيابة العامة بأنها تخدم أهدافاً سياسية وتقدم قضايا في توقيت معين هذا ما أتحدث عنه نحن لدينا الآن أشخاص في مكتب الأرشاد وأشخاص قوادات في الجماعة كانوا في البرلمان أو في عضوية حزب الحرية والعدالة متهمين باتهمات بعضها من التحريف على القتل أو الدعوة إلى هجم وسط الدولة أو ما إلى ذلك وهؤلاء على زمنة القضايا إما بأحكام حبس أو تم الإفراج عنهم بضمان هؤلاء جميعاً موضوهم بين هذا النيابة التوقيت نحن نتحدث عنه محاولات للحل بدأت بوساطة ربما لم يولع عن كل تفاصيلها حتى الآن كان طرف فيها أحد الإعلامين الكبار مع أشخاص من مكتب وزير الدفاع وقالت إلى طريق مسدود عندما صعد محمد بديع على منصة رابعة ليعلم أنه إما الرئيس محمد مرسي في القصر أو الاستشهاد الجهود الدولية أدت إلى أن الجماعة تظن خطأاً أن المجتمع الدولي يمكن أن يكون رديفاً لها فبدأت تصعد في احتجاجاتها داخل رابعة وخارجها وصولاً إلى قطع الطرق والاعتصام في أماكن خارج رابعة واشتباكات في رمسيس وفي غيره وصولاً إلى حادث المنصة الذي نأسف لسفك الدماء فيه لكن لا نوع في الجماعة عن المسئولية الجزئية فيه الجهود الدولية أثبتت التجربة من تصريحات المسئولين نفسهم أنها ليست بليئة أنه هناك أجندات تحقيقها ممكن أن تعقف عن جهود الدولية أن هناك تفاصيل كثيرة نحب أن نذكرها أستاذ علي بخبرتك في شؤون القضاء المبادرات كلها المطروحة في الداخل ومن الخارج كمان مرتبطة أغلبها بالإفراج عن رموز جماعة الإخوان المسجنين هل القضايا المحدوث فيها رموز جماعة الإخوان المسجنين بغض النظر عن التوقيت الذي تم توجيه الاتهان فيه هل هذه الأنواع من القضايا من الممكن أن يتم التصالح فيها أو إصدار عفو رئاسي مثلاً عن هؤلاء بشكل أو بآخر يتم الإفراج عنهم والخروج من هذه القضايا هو من مصر على مرة تاريخها دولة مؤسسات ومن المؤسسات الراصخة في مصر مؤسسة القضاء مؤسسة القضاء تعمل بمعزل عن كل السلطان لا يوجد أي تنصيق ما بين جهات التحقيق والجهات القضائية والمؤسسات الأخرى لسيما المؤسسات السياسية والسلطة التنفيذية هناك قضايا خطيرة جداً مرتبطة بقيادات جماعة الإخوان المسلمين وهي الهيئة مرتبطة بالأحداث السياسية التي حدثت ودليلي على ذلك أن القاضي الجليل المستشار خالد محمود في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر حكماً في قضية هروب السجناء من سجن ودي النترون طالب فيه بإجراء تحقيق مع 35 سجيلاً في مقدمتهم محمد مرسي هذه القضية خرج منها اتهام لمحمد مرسي بالتخابر من خلال الاستعالة بحركة حماس من أجل ومنسمى تعد وفقاً لحكم القانون قوة أجنبية يصدعين بها من أجل الإفراج عنه عملية الهروب من السجن وسجول وتهريب السجناء على هذا النحو الذي تم في القانون دا عقدته قد تصل إلى الأجلال الشقة السجن المشدد لكن إذا ارتبطت بجرائم قتلة قد تصل إلى الإعداد دا تبقى لأحكام القانون بالفعل حصلت جرائم قتل لأثناء عملية الاقتحاب قتل سجناء وقتل دباط وجنود شرطة فضلاً عن أيضاً جريبة الهروب ما تلع صورة الصحية في 30 يونيو أو البوجة الثانية سميها ما شئتي اللي صورة 25 يناير اللي حصل أن طبعاً أعقب هذا الأمر أيضاً وقوع جرائم من بينها القتل زي ما لقينا في المقطم مقتل 9 من الشباب كانوا رحين تظهر عن المقطم تم تحريد على هذا القتل هذه الجرائم أصبحت أيضاً بتمثل تحريد على القتل ومشارك فيها قيادة الجماعة لما يوقف واحد أعلى أحداث التحديل حصل فيها قتل وتحريد على القتل واختطاف واحتجاز حصل أيضاً لما يخرج واحد يقول يلا شاء في التلفزيون أو شفناه عنه هنا في جميع القنوات حنروح بعد ساعات نقتحم الحرس الجمهوري قال كده مرح شو هو الحرس الجمهوري بعد شواء من الشباب البسطاء اللي جايين من الريف بسألة كلها إن قيادات الجماعة بطلوب إلقاء القبض عليها فتوب خطيرة سواء بالتخابر أو بالتحريد على القتل أو بالكلام ده كله فبيجيب أولئك الشباب ويحمسهم ويقول فيهم خطب أنا عندي نقطة برضو اتصالاً بلا حد متكلم فينا وإلهام إنه معنى كده إنه تمتفي تماماً الأسباب أو الضوافع اللي خرجت من أجلها المبادرات يبقى احنا بقى ما عندناش أي وسيلة لأي مبادرة لأنه أساس أي مبادرة الإفراج عن قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي وفي لابس أو التباس أو استعباط من القوى الأجنبية إنه هم دايماً بيسموا اللي اتقلد عليهم إنه هم معتقلين سياسيين برغم كل التهم اللي حضرتك ويعني مش بس حالي تقولها أي جهة قضائية بتعلم عنها أثناء الخلقات لغاً المبادرات التي تتم من أجل إنهاء حالة الأزمة الموجودة حالياً والاعتصام المسلح إنه موجود في رضا عدوية كافية أخرى هذا الاعتصام المسلح لكن المتهم الجنائي لجريبة إذا جريبة التخارب أو جريبة القتل أو التحريد على القتل لن أنا بقول لحضرتك من قريب من الدوائر القضائية لن تسقط هذه الجرائب إذا سابقت لأحد البرية حيبرق سواء البيابة العامة قبل صهور قرار الإحالة بيكون تبرق البيابة يعني تعفز التحقييم عام لأنه لم يسمع دود دول التحقييم إذا سابقت ضد الاتهام سيحال إلى المحاكمة الجنائية لكن أنا بقول فيما يتعلق بكلام الغرب الدوائر الغربية اللي جاء بابتولك افرج 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 أولاً هي غير بريئة ولها هدف زبايل أستاذ ممدوح هي غير بريئة فعلاً وأنا بعتارد بهذا جاهام وجاهام مكين كلاهما معلوم عن الارتباط والوسيق بالصهير المعاداته لمصر الدولة دايماً عمليهم نقطع المعاونة نقطع المعاونة المتابعين هذا الأمر لكن هم جايبين ليه؟ يعلموا أن ما حدث في مصر حقيقة هو صورة حقيقية أقصد الرئيس المعزون محمد برسي والعالم كل مقترب أن هذا الأمر حرز بيه في ذلك الدوائر الأمريكية الرسمية وحتى أن رئيس الأمريكي نفسه قال إحنا في الحقيقة لا لو ستفعل ذلك بتدي إرادة الشعب المصري إحنا منحزين إرادة الشعب المصري يعني أعتراف بأن ما حدث في مصر صورة لغة يقول كده ليه؟ جاي يقول كده لأنه مكتوب من جون مكين بيمثل مخطط لدخول مصر في مسألة الفوضى الفوضى الخلاقة مكتوب عند مصر ما فيها حالة من عدم الاستقرار أن يسمي استخدام هذه الأنور لكي يتستمر عمليات عزية من القتال داخلي جوا مصر المخطط المعلومة دي جان بمعلومة السفير الأمريكي مرشح في مصر خلافة نقام باترسون وهو يعني مخطط للفوضى في دول أخرى فكل الصور تبقى مع بعضها بكل هذه المعلومات اسمحني بس نتوقف حضرتك أستاذ علي مع اتصال تليفوني معنا الأستاذ محمد منيب المحامي والقيادي بالطيار الشعبي أستاذ محمد طبعا تحياتنا حضرتك بكل عام وحضرتك بخير شكرا يا فندم أستاذ محمد حدثنا الآن بداية الحديث عن مسألة المبادرات المطروحة في الداخل والتي كانت مطروحة من الخارج والأساسها كلها كانت إفراج عن رموز أو قيادات بنعة الإخوان المسلمين يعني تصور حضرتك لهذه البند في هذه المبادرات في ظل رفض جناعة الإخوان المسلمين لأي مبادرة دون عدة الرئيس السابق إلى الحكم خليني في الأول أقول أن أي فرح من هذا النوع يعني أنه ليس هناك قراءة صحيحة لما يدور في مصر وعلى الشارع المصري وعلى الأرض السياسية فيه اثنين أنه لكي ندخل إلى مرحلة جديدة يكون الصراع السياسي فيها معتمد على فكرة الحوار والمواجهة السياسية والشعبية فقط دون عمس ودون إقتاء ينبغي أن يكون بين الأحزاب السياسية فقط مع لآخر ينبغي الانتهاء والتخلص مما يسمى بأضراء سياسية لجماعات لا يعلم أحد عنها شيء ولا يعلم مصادر التمولع ولا علاقات الخارجية خصوصا بعدما أصبح واضح لكل دي عيني كيف كان قدر الانتباط ما بين الأخوان المسلمين والولايات المتحدة الأمريكية بأجهزة المختلفة وإلا ما فعل أبانو هاما تين ما فعلوه خلال الأشهر الماضية في كل الأحوال التواجد السياسي عبر حزم زي الحرية والعدالة أمر ينبغي أن يكفله الدستور والقانوص التين الاحتفام إلى برامل سياسية ليس علاقة بالتين بمعنى أن كل من يريد أن يكون له مريعية جنية هذا أقول له إنما عندما يتحدث في الاقتصاد فليقول لنا في برنامج واضح خطتي للإصلاح الاقتصالية يا واحد الدين ثلاثة فيجمح من حق الآخرين مراقشته فيما يقول لا أن يسموته تحت دعوة أنه يعذر عن الدين ويعذر عن الإسلام ومن ثم من يخلمه بالرأي هو كافر وعلماني وملحد وخارج عن الشريعة ووالى آخره بمعنى آخر ضرورة أن يكون هناك سياسة واضحة في الدستورة الجنية بمعنى أقيام أي أحزاب سياسية على أسل دا كان سؤال لحضراتك إن دا معناه إنه بالضرورة نجد من تعديل موارد دستورة متعلقة بإنشاء أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية طب هل دا معناه إنه يعني سادي الحالة هتلغى أحزاب كثيرة من الطيار الإسلام السياسي من حزب النور السلفي كل الأحزاب الوطن السلفي والحرية والعدالة وحزب الوسط وكل ما ينتمي لأحزاب تقالي الإسلام السياسي لا على الإطلاق عندما يتم وضع نص مثل هذا فقط فرصة مدين ثلاث شهور لست شهور لكافة الأحزاب العاملة والتي تريد التشارك في العمل السياسي بنفس لكي توفق أوضاعيها مع الدستوري بمعنى آخر أن من يريد أن يعمل في العمل الدعوي فهو عيدا على العين والرأس ولو كل الحق بذلك لكن عبر جمعية دعوية أما من يريد الانخراج في العمل السياسي فالعمل السياسي ليس به حرام وحلاز إنما به خطأ وصواب به وجهة نظر ووجهة نظر مخالفة به وجهة نظر صحيحة ووجهة نظر ربما أكثر صحة وأكثر صوابية وبالتالي منزع فتير قادم لهذا الاحتقان الطعي الذي فجأة أصبح يسوري الشرع المصري أنا بشكرك شكرا جزيعا أستاذ محمد منيب المحامي وقيادة في الطيار الشعبي يمكن أخذ النقطة الأخيرة اللي ذكرها الأستاذ محمد ده مسألة فصل العمل الدعوي عن العمل السياسي وارتباط ده تعديل في الدستور أستاذ موضوح هل شايف أن مناسبونا بمكان الفصل ما بين الأحزاب السياسية والطيارات أو الجامعات الدينية هل يطلع لنا مثلا حزب النور السلفي ببردان واقتصادي ليس لها علاقة بالإسلام ومسألة الحلال والحرام هل سهل على الأرض الواقع هذا التطبيق؟ هو الأفضل في الحقيقة أن توضع قاعدة عامية لا تعرف أسماء لا النور السلفي ولا الحرية العدالة ولا دين نحن لدينا تجربتين كبيرتين في التنظيم السياسي على الأساس الديمقراطية في الغرب تجربة الأوروبية وهي متميزة على التجربة الأمريكية في التجربة الأوروبية وممثلها الأعلى المزج الفرنسي فيه فصل تام بين الدين والسياسة ولا يسمح الأحد بأن يسبب برنامجه السياسي بأسباب جينية أو يقيمه على أسس دينية في الولايات المتحدة الأمريكية وده مختلف عندنا رئيس بيتكلم عن الإنجيل ومرجعية الإنجيل لأنه متدين وعمر مقبوب وبالتالي إمكانية قيام علاقة رشيدة بين الدين والسياسة واردة لكن الحد الأقصى من الطرفين هود البلد فضاهي اللي بيطالبه من الفصل التان بين الدين والسياسة الحقيقة إذا كان ما يقصده أخي وصديق العزيز محمد منيب وهذا فأنا ضده لأن المطلوب إقامة قاعدة رشيدة للعلاقة بين الدين والسياسة تسمح بتأسيس البرامج على الدين ولا تسمح بإدارة السياسة بالدين الفرق أنه أنا بقول أنا لدي قاعدة اسمها الأحكام الشرعية لا يجوز أن تنتهك في مساحة المسكوت عنه الذي لم يوجد فيه تشريع ينطبق عليه كلام رسول محمد منيب كاملا أنه فيه صواب وأصوب ولا نختلف على أساس ديني نختلف على أساس برامج سياسية المرحلة التانية من الموضوع أنه لا أدير الشأن السياسي يوم بيوم بالفتوى أختلف مع حزب فأطلع فتوى هي دي السيقراطير مرفوضة حتى لو قلنا الإسلام فيهوش كهانوت ده محاولة لإعادة إمتاج كهانوت بصبوة إسلامية أنه أختلف مع حزب فكفارك أختلف مع مرشح فأقول الفيصل ديني ودين هو الفيصل بين ديني والنار وده حصل على صحة السياسة في الفترة الأخيرة كانت الأحزاب والقوى الإسلامية تستند إلى أدرة ودعوية تطلق فتاوى هي ليست فتاوى في الحقيقة يا مقولات سياسية تستند إلى مكانة صاحبها إلى اللغة التي كتبت بها فيفهم الناس أنها فتاوى نحن لدينا درجة من درجات الخصوصية ويقامت نقطة التوازن ممكنة لكن التشدد من الطرفين خطر والتشدد العلماني ما يقل خطر عن تشدد الدين يعني عندنا تصريح قريب من لسوس حلم النملم أقام الدنيا ولم يقعدها من فترة وأنا أرى إنه في غير مكان ومحتوى غير صحيح فعلينا المشكلة في كرة النار التي تنطلق ولا تنتظر التوضيحات يعني اللي شاف كليد لسوس حلم النملم لمرة ما بيتتبعه لسوس حلم النملم في كل إطلالاته الإعلامية فإسمع التوضيح ولهذا السبب أنا أقول إنه الوسطية الحقيقية الآن وإنه ينقذ الوطنيات المصرية الآن أن نكون صراحاء في إلقاء اللهم على المتطرفين من الجانبين لدينا حس وطني عام ليس لديه مشكلة مع الإسلام كديم ولا مع الشريعة كأحكام لدينا مشكلة في محاولة استقلال هذه الأحكام للوصول إلى السلطة من الإخوان من حرافقه هذا هو الموقف الوصول اللي قد دي به ملاحظة بس أعز أقولها على كرام الأستوز علي في موضوع المحاكمات ووضح إنه موضوعه شغل كل الناس جوء الستوديو وبراه هذه المسألة ليس فيها مطلقات نعفو أول نعفو في أسبانيا لما حكم فرانكو العشرات السلين وارتكب ضراء البشعة عنده خروجه من السلطة اشترط عاوزيني أخرج من السلطة ويجي الملك إخوان كارلوس ملكا كان وليه عهد وقتها نعفع عن كل ضراءة من الفترة أنا لست مع هذا الاختيار ولا أي دول ده هو ده تفسير فكرة الخروج الآمن اللي تحدث عنها البعض دي تجربة البعض لا تقايد العفل شئ أمسا لا 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 كل من مرتكب بجرم هذه المحالجين يسأليني هو ممكن؟ أممكن في تجارب سياسية معينة إنه غلق المصار السياسي أسبانيا حكمت تحت حكم فرانكو أكتر من 30 سنة وارتكب ضراء البشعة لما حد يخرج من السلطة قال له مشروط كل رجال أجهزة الأمن الأسباني حتى 2012 هذا الموضوع مصار تعتقد إن جامعة الاعتصار المشميني أستاذ من دلتراهن على هذا الموضوع إنها تفضل التطول في أمد الموضوعات أعلم إن موضوع فضل الاعتصار ما هواش بالقرار الصحل على الدولة على هذا الموضوع أحيانا ينتظر من المحالل السياسي أن يقول للناس ما ورديهم وده خطر ما أؤيده وما يقبله دميري إن كل الناس تحكم بلا استثناء ومن وضع الصرامة لكن تسأليني في السياسة بيحصل بيحصل وهذا وارد المجتمع ينصد طريق الحل عنده للنهاية فإيه الله ده مرحل نعم 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 أستاذ علي ممكن نفس النموذك ده ينطبق علينا أو على الأقل تعتقد إن فكرة جماعة الإخوان المسلمين بيسير في هذا الاتجاه؟ طبعا فكرة جماعة الإخوان المسلمين بيسير في اتجاه العفو عن هذه الجرائم وتابعتهم من هذه الجرائم هذا أمر يخالف الشرعة الإسلامية نعم السلام عليكم ولكم في القصة صحات يقول الألبان نعم فهؤلاء يخالفون شريعة الله أين ذهب دم هؤلاء؟ من الذي قتل شهداء الذين قتلوا على هذا النحو؟ ما زلنا وأنا أتحدث الآن نصممين أيضا على ضرورة التحقيق مع الذي قتل شهداء يوم 28 يناير اعلى اسطح منازل من هؤلاء من اللي اقتل السجناء الهلابة اللي اتقتلوا اسناء اقتحام سجن واضي النترون ومن الذي قتل اقتحام السجون ومن الذي قتل شعبنا. ده في مقارن على صند الاعتصام. لم نعفو. لا يمكن للارهاب ان يفرض على مصر. يعني لا يمكن مجموعات تهدد بانها ستقوم باعمال ارهابية او نعفو عنه. لا يمكن لأن مصر اكبر وضعها مشكلة الانية وهيكرس مشكلة الانية وهيكرس مشكلة الانية بعد كده. ده فعلا احد يبقز الدولة. انا بقول لحضرتك لكن الرئيس محمد الرئيس المعزول محمد مرسو نفسه كان ارتكب جريمة في هذا الاطار وانا بعتقده ايضا كانت جريمة في حق مصر. مما جيه كده بجرد قلم وجاد ناس عليها احكام جنائية في قضايا ارهاب. يعني فيه واحد اتى المساعد وزير داخلية في التسعينات. بسواء ده. خلص مدته بتاع السيود ده مجد قصد? مخلص مدته بساب بسيط. نعم الحكم طالع عليه من ستة اشهر بس. اصدر عليه حكم كان المستشار الجمال الايسوني من حوالي اه ستة اشهر. ده مبتهب كان ياخد عقوبة اعدام وهارب خارج مصر. نعم بجيه داخل مصر اتقبل عليه. خد خمسين سنة سجن. في قضايا قتل من بينهم مساعد وزير داخلية. السيح حين ما تولى الرئيس المعزوم محمد مرسي المقاليد الحكم في مصر بعد عدة اشهر بتوليره على طول ازل قرار بالعفو على الرجل ما اتل. هل هذا من الاسلام? اقول له لا. سيحاسبك الله? سيحاسب الله مرسي العياد حينما اهدر